اشتركوا في القناة الموجود في الحوت في منزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرر وراح تستمر حتى ساعات الظهر وبعدين رح ينتقل القمر لمنزلة الرشا وهي للعلاج والربح والسلامة والصلاح وطبعا حكينا ان القمر لما بيكون موجود في برج الحوت كلنا نتأثر او كل الابراج بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين منتذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ القرار الحاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا وبيضرفوا الدموع بعيد عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة بنقع في حبائل الغرام وبوسعن التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء الى التصوير اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاول زاوية رح تكون بعد الحلقة مباشرة هي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر وارانوس رح تكون في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة 14 دقيقة عصرا نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول ان نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر ونبتون رح تكون في تمام الساعة 6 و11 دقيقة مساء بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما بالنسبة لاخر زاوية هي زاوية التزديس ايجابية رح تكون بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة 11 و37 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بالنسبة للقمر بما انه موجود في الحوت معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم سبعة ثمانية رح يكون في تمام الساعة 12 و53 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش وحتى تمام الوحدة واربع دقائق عصرا بعدها القمر رح ينتقل للحمل يعني مدة الزاوية دقائق بسيطة ما حدا رح يشعر فيها أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المحدب عمره 17 يوم رح يكون في تمام الساعة 36 و32 دقيقة مساء 18 يوم نسبة الإضاءة بتصير 85% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22 ثمانية المزاج سعيد القمر في الحوت حتى يوم 7 ثمانية اليوم المزاج منتحس عطارد في الأسد حتى يوم 20 ثمانية المزاج منتحس الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7 ثمانية اليوم مزاجها سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9 تسعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29 تسعة مزاجه ممتزج أورانوس في الثور حتى يوم 15 ثمانية بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29.11 مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل رغم انه الاجواء سلبية شوي لانه القمر موجود في بيت المتاعب المريخ بيعمل زاوية بلش يشكل في زاوية التربيع اللي هي بتتكون مع الكواكب الموجودة في برج الجدي فهذا شوي بيخلي مزاجك عصبي بيخلي فيه نوع من انواع الحدية عندك بيخلي فيه نوع من انواع تقلب المزاج عندك صحيح انت مندفع عندك طاقة كبيرة ولكن انه وجود القمر في بيت المتاعب والمريخ بشكله زاوية شوي بتكون صعبة فعشان هيك منقول انه اليوم بسيطر عليكم التعب لليوم الثاني واللي بيشعر باعراض غير اعتياديه لازم يتوجه للفحص والعلاج خذوا قسط كافي من الراحة تحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وبتتجاوز مخاوف ما الها اي اساس اما بالنسبة للبيت الثاني فاليوم بتلوح بعض الفرص اللي الها علاقة بالوضع المالي فممكن اليوم تحصل بعض المكاسب او ترتب وضع مالي معين او تهتم بامور الها علاقة باسترداد بعض الاموال او امور الى علاقة بالمساعدات او الهبات او الهدايا اما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم بدك تحذر من العصبية والتقلب بالمزاج بدك تركز بشكل جيد خصوصا اذا كان عندك مقابلة او كان عندك حوار او مناقشة او امتحان الوضع صعب شوي مزاجك متسرع او عصبيك عالي جدا فعشان هيك ممكن تخرج عن طورك في لحظات وتصدر قرارات تكون مش لصالحك اثناء تنقلك في السيارة بدك تنتبه ممكن يكون لك اهتمام شوي بامور الها علاقة بالسيارة او بالتليفون او في اليوم ممكن يصير في نوع من انواع التواصل ما بينك وبين اخ او جر اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت تقريبا منقدر نحكي انها ايجابية يعني بتساعدك بشكل قوي وبتعزز قدرتك للتواصل مع افراد العائلة ممكن تهتم ببعض المسائل البيتية او العائلية او التقارب في وجهات النظر ما بينك وبين افراد العائلة ممكن تهتم بمسألة الها علاقة بترتيب او بدكور او بمشتريات منزلية او شؤون عائلية او مشكلة عائلية بتحاول انك تهتم فيها وبتحلها الاجواء تقريبا منقدر نحكي انها جيدة بتحملك اشياء مناسبة لتعزيز قدرتك او تعزيز حياتك العائلية اما بالنسبة للوضع العاطفي عندك فمنشوف انه البيت الخامس عندك شوي مرتبك هيك في نوع من انواع السلبية عاطفتك اليوم سلبية ممكن حدية او انزعاجة من الحبيب او من تصرفات الحبيب ممكن تدخل بمناقشة او بحوار او شكوك او يعني نوع من انواع الغيرة في حوار معين ممكن يكون مع احد الاحبة او اللي هم الابناء او الوالدين وممكن شوي تتصاعد الامور او تتفاقم الامور اذا ما مسكت اعصابك اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انها جيدة على مستوى العمل اهمش انك ما تخليش العمل يتراكم عندك تنجز اعمالك بوقتها خلي علاقتك مع زملائك ورؤسائك بالعمل جيدة عشان تطلع بالنتائج الايجابية اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الاعتيادية ولكن ممكن تدخل ببعض الحوارات او النقاشات او القرارات اللي شوي ممكن يكون فيها نوع من انواع الصعوبة اثناء تعاملك مع الشركاء وخصوصا شركاء المال وشركاء العاطفي وهم بالتحديد الازواج فممكن اليوم تحتد بمسألة او يخالفك بمسألة او انه يصير فيه سوء تفاهم ما بينكم تكونوا حذرين اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انها ايجابية على مستوى الاموال المشتركة فممكن اليوم تحقق بعض النتائج الايجابية اللي الها علاقة ببنك او ضريبة او تأمين او اموال اللي اليك بتحاول انك تحصل منها او تهتم ببعض المشاريع او الافكار اللي الها علاقة باستثمار جديد او دعم جديد الليه علاقة بتطوير الوضع المالي اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء ضاغطة على مستوى التنقلات والحوارات والاتصالات وخصوصا اثناء التعامل مع اجانب فممكن تتلقى اتصال من الخارج او خبر يجيك من خارج البلاد يكون مزعج فيوترك ويخليك شوية تكون عصبي او حاد الطباع ممكن يتأخر موضوع الو علاقة ببريد او بالاستراد والتصدير او بامور الها علاقة بالمؤسسات التعليمية او ممكن اوراق قانونية او معاملات شوية تتطلب منك جهد لا اتمامها اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء بنقدر نحكي انها ايجابية اليوم على مستوى بيت السمعة وبتعزز من علاقتك مع الافراد اللي بيشتغلوا معك في مكان العمل فممكن تدافع عن سمعتك اليوم ممكن تعزز نقاط قوية تكون لصالحك ممكن انك تهتم بمسألة عمل معين ممكن تسمع نوع من انواع الاطراء ولكن بدك تنتبه ان التعطيلات واردة في هذا الموضوع بسبب القمر الموجود في بيت المتاعب فممكن تتعطل بعض المسائل او ما تمشي معك بسهولة اهم اشي انك تكرر المحاولة اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف الاجواء يعني فيها نوع من انواع السلبية ممكن تنزعج من احد الاصدقاء او خبر عن احد الاصدقاء يزعجك او يوترك او يسبب لك نوع من انواع الارباك حاول انك انت تتعامل بالموضوع بشكل مرن جدا اذا توجهت لك دعوة او حضور حفلة او مناسبة حاول انك ما توجه انتقادات وما تكون لاذع او متهور بالكلام وبالنسبة لبيت المتاعب ذكرنا في بداية الحلقة انه الاوضاع يعني صعبة بتأثر على بيت متاعبك وبتأثر على بيتك الشخصي فعشان هيك بدك تتقبل اليوم اي امور فيها نوع من انواع التعطيلات اهمش انك ما تبادر بشيء جديد حاول انك تراقب عملك بشكل جيد انجز الاعمال وما تخليها تتراكم حاول تراقب وضعك الصحي بشكل جيد الاجواء مش مساعدة يوم والقمر بنتقل عندك ويصير الاجواء احسن برج الثور طبعا من نسبة للبيت الاول الوضع ايجابي اليوم حاول انك تنجز كل الاعمال المطلوبة منك قبل ما يوصل القمر لبيت المتاعب للحمل فرح يرهقك بالفترة القادمة فعشان هيك يلازم اليوم تستغل الفرص الايجابية لانجاز اعمالك حاول انك تعمل الاشياء الضرورية والمهمة حاول انك تسيطر على تقلباتك النفسية حاول انك ما تنفعل وما تعصب بتمشي الامور معك بشكل جيد انه تميت بالمسائل بشكل عقلاني فابعد عن العاطف شوي على اساس انك انت تقدر تنجز اعمالك اليوم بشكل جيد عندك ثقة بنفسك عالية وبرضو اهتماماتك الشخصية ممتازة اما بالنسبة للبيت الثاني فاليوم ممكن تتكاثر عندك بعض المصاريف او الدفعات او الالتزامات ممكن تتوتر لمسألة مالية او ظهور مسألة مالية مربكة ممكن تأخير او تعطيل او خصم عليك او ممكن انه دفعات الزيادة او الالتزامات الزيادة يعني الاجواء فيها نوع من انواع الارباك على الوضع المالي بتطلب منك التركيز بشكل جيد ما تندفع وما تتهور بالمصاريف الزيادة اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى اتصالاتك وحواراتك عندك سرعة بديهة عالية وقدرة على الاقناع عالية جدا اليوم اذا كان عندك مقابلة او كان عندك انتحان مثلا او مناقشة راح تكون الامور جيدة ولكن ما تعتمد على الحضوض يعني باحتياطا حاول انك تركز وتدرس وتستعد بشكل جيد عشان الظروف تكون لصالحك بشكل قوي اهم شي انه اليوم ممكن يكون لك تعامل جيد او ايجابي ما بينك وبين اخ او جار او ممكن تكثر عندك التنقلات وامور التسويق او الاقناع اما بالنسبة للبيت الرابع فاليوم بدك تنتبه من حدية الطباع او المشاكل او سوء التفاهم او ظهور خلاف معين على مستوى البيت بدك تكون حذر لانه شوية اجواء حادة بتسبب لك نوع من انواع التقلبات في المزاج او الحدية بالطباع او توتر معين حاول قدر الامكان انك تشحن حالك بطاقة ايجابية حاول انك ما تنفعل ما تتهور وما تطور الامور ممكن تظهر بعض المسائل اللي الها علاقها بالاعطال او الاهتمامات المنزلية او مصاريف منزلية اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجوائم نقدر نحكي انها ايجابية على المستوى العاطفي اليوم عندك رغبة للخروج ومقابلة الاحباء او مرافقتهم او لا الخروج للترفيه عن النفس او لا الانطلاق بشيء يتغير الجو فيه اهم اشي انك تخلي علاقتك جيدة مع الاحبة وخصوصا مع الحبيب اللي هو العاطفة ومع احد الابناء او احد الوالدين ممكن اليوم يصير تعامل ايجابي ما بينكم ويدعمك هذا الموضوع بقوة اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا فيها نوع من انواع الضغط على مسائل الها علاقة بالعمل والها علاقة بامور بتتعلق بالصحة فممكن قسم منك رح ينشغل باعمال او يكون العمل مرهق بالنسبة له او بحمله توترات على مستوى العمل او ظهور عمل شوي بحاجة لتركيز اكثر او ممكن يعصب من باثناء تأدية عمل معين ولكن الاهم مراقبة الوضع الصحي من بعض التقلبات اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ اما بالنسبة لبيت الشراكي المالية والعاطفية في الاجواء بنقدر نحكي انها يجابية وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم وبتعمل نوع من انواع التقارب الجيد ما بينك وبين الشريك فممكن تحل بعض المسائل اللي كان صعب انها تنحل في الفترة الماضية وممكن تتفقوا على مسأل معين يكون فيه اتفاق او وفاق ما بينكو اهم شي انه ما تسمح لسوء التفاهم انه يظهر ما بينكم اما بالنسبة للبيت الثامن فهذا بظهر لك بعض المشاكل اللي الها علاقة بالاموال المشتركة فممكن تظهر مشكلة اللي الها علاقة في بنك او ضريبة او تأمين او ميراث خلال هذا اليوم ممكن تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالديون او استرداد مبالغ بتعود لك او انه شوي تفقد بعض مقتنياتك حاول انك تنتبه من النصابين وحاول انك تنتبه من استغلالك في مسألة معينة اللي الها علاقة بالوضع المالي ممكن اليوم تقلق على صحة احد الاحبة اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة وممتازة جدا على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او اجانب او مؤسسات تعليمية او اشخاص بشتغلوا في مؤسسة تعليمية او زملاء اذا كنت طالب جامعة ممكن اليوم تظهر اشياء ايجابية طور من العلاقة ما بينكم او تفاهم ممكن تكثر عندك الحوارات والنقاشات ممكن تهتم بمسألة فلسفية او دينية او بحثية او الاطلاع على ثقافة معينة الاجواء بتدعمك بقوة حتى على مستوى التنقلات والحوارات والامتحانات اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انه شوي اليوم ما في داعي للمغامرات ولا للمجازفات ولا لمخالفة القوانين حاول انك انت اليوم تحافظ على سمعتك ممكن اليوم حد يحاول انه يستفزك او يطعم بالثقة فيك حاول انك ما تجاري ما تجاري وما تمشي معاه لانه الاجواء شوي فيها نوع من انواع الحدية والعصبية فممكن اليوم تطور الامور وما تدخل بخلافات ولا بنقاشات حدي ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل وحاول انك ما تتأخر عن دوامك وما تقصر باعمالك عشان ما ينحط عليك علامة استفهام اما بالنسبة لبيتك 11 فهو ايجابي اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا في لقاء الاصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة علاقتك او علاقات الصداقة بتكون جيدة وبسودها التقدير والثقة المتبادلة ممكن اليوم تتعاون مع صديق او تلاقي صديق او يجيك اتصال من صديق زمان اليك ما تواصلت معاه وبرضو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة اما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا الاجواء الان كلها بتتجه بالنسبة لبيت المتاعب وخصوصا القمر بالحركة والمريخ فعشان هيك منقول لك دير بالك من اشياء الليها علاقة بالعمل او تراكم العمل او خطأ في مكان العمل او بعمل انت اداري عليه وبرضو بدك تراقب وضعك صحي الصحي من التقلبات حاول انك تحضر من الاشخاص اللي ممكن يتآمروا عليك في الخفاء برج الجوزاء طبعا بالنسبة لبيت الاول شخصيتك اليوم متقلب شوي لانه اول اشي الجوزاء والقمر بالحوت يعني زاوية تربيع فعشان هيك التقلب يكون واضح على المستوى النفسي والشخصي فعشان هيك ممكن تتوتر علاقتك مع نفسك او تتقلب شخصيتك باكثر من مرحلة خلال هذا اليوم دك تحضر من تقلب المزاج والعصبية بالطباع والحدية فممكن تظهر اليوم بعض العقبات او بعض الامور الصعبة اللي تتطلب منك جهد ولكن اهم شيء انك تضبط عصابك وما تتهور اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء جيدة وبقوة على المستوى المالي فممكن اليوم تجد بعض الحلول او تحل مسائل مالية او ممكن انه تظهر بعض المسائل اللي تكون لصالحك ممكن تحصل بعض المكاسب من عمل اضافي وفي منكو ممكن يسترد مال له وممكن تهتم بامور الها علاقة بترتيب وضع مالي معين في منكو رح يحصل على هدية او نوع من انواع الدعم بالفترة هاي ويكون لصالحك بشكل قوي جدا اما بالنسبة للبيت الثالث فمنقول لك هنا بدك تكون حذر بدك تنتبه اثناء تنقلاتك وحواراتك ممكن يصير عندك امتحان مفاجئ اذا كان عندك مقابلة او امتحان حاول تستعد بشكل جيد ما ترتجل اثناء تنقلاتك بالسيارة بدك تركز على الطرقات وخصوصا اثناء قيادتك للسيارة خوفا من الحوادث او اعطال السيارة او اهتمامات العلاقة بالسيارة اضبط اعصابك ما في داعي للتهور وما في داعي يعني انك توجه شتائم او يطول لسانك على بعض الاشخاص اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء تقريبا ايجابية على مستوى البيت يعني بتدعمك بشكل قوي ممكن تعزز علاقتك بالبيت ممكن تسوي شوية تقارب او اهتمامات منزلية او عائلية ممكن شوية تهتم بامور الاعلاقة بمشتريات او ترتيبات او تصليحات منزلية وتكون الاجواء ايجابية بالنسبة للك يعني يجو البيت اجمالا ايجابي اما بالنسبة للوضع العاطفي اليوم عاطفتك متقلبي اليوم عندك حساسية عالية جدا سهل جدا اي واحد يستفزك خصوصا من ناحية عاطفية حاول انك انت تمسك عصابك قدر الامكان حاول انك ما تتوتر وما تنفعل ممكن تجيك ذكريات الها علاقة بحبيب قديم او ممكن شكوك او غيري او شك على الحبيب او يعني هيك احساس باهمال الحبيب او تقاعصه معاك فهذا الاشي ممكن يسبب لك نوع من انواع التوتر فيه منكم ممكن يدخل بخلاف او نقاش مع احد الابناء او احد الوالدين بتكونوا حذرين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء بنقدر نحكي انها ايجابية خلال هذا اليوم يعني بتدعم من قدرتك على انجاز بعض الاعمال او الاهتمام بعمل معين او الاهتمام بامور الها علاقة بالوضع الصحي اللي اجمالا الاجواء ايجابية وبتدعمك وبتعزز من علاقتك مع زملائك ورواسائك بالعمل اما بالنسبة للبيت السابع فهنا بدك تدير بالك من سوء تفاهم او من تفاقم مشكلة او نقاش حاد ما بينك وبين الشريك وخصوصا شريك المال او شريك العاطف اللي هو الزوج حاول انك ما تتحسس وما تكبر الامور وما تدخل في امور يعني اتفاقم مشكلة مثلا او تكبر المشكلة او تعمل حدية بالطباع ما بينكم يعني خلي الامور سلمية ويبعد عن التحسس لانه مزاجك بدك تعتبر انه هو المتقلب خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى القروض والديون وسداد الديون وجدولة الديون والاهتمامات البنكية او الضريبة او تامين او امور الهلاقة بميراث يعني الاجواء كلها بتدعمك بشكل قوي اليوم ممكن الطالب بمستحقات او الطالب بديون لا اليك او الطالب باموال لا اليك ممكن تجد اشي كنت فاقده اليك فترة اما بالنسبة للبيت التاسع بدك تدير بالك اثناء تقديم امتحانات او مناقشات اليوم او مقابلات بدك تكون مستعد بشكل جيد حاول انك ما تعصب حاول انك ما تكون سهل الاستفزاز ما تخلي حد يستفزك او يأثر عليك بشكل سلبي وخصوصا اثناء النقاشات والحوارات ممكن تتلقى اتصال او معلومة او خبر عن شخص خارج البلاد او اجنبي عنك اي شوي هيك يسيئك او تستاء منه او انه هيك تشعر بخيبة الامل اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة على مستوى بيت السمعة اليوم يوم مناسب للي بيبحث عن عمل او بيرغب في ادخال تعديل على طبيعة عمله اليوم تقدروا تعززوا العلاقة مع المسؤولين اليوم تحظى بشعبية وبتكون كل اعمالك سهلة وميسرة وممكن تحقق نجاح شخصي اما بالنسبة لبيت الاصدقاء اليوم ممكن انت تبعد عن الاصدقاء شوي او ما يكون لك رغبة بالتواصل مع حد حابب انك تاخد نوع من انواع الاستراحة او انه هيك بكون لك ما عندك الحرارة للتواصل مع الغير شوي بتحب انك تنزوي على جانب هيك ممكن بس الاعمال الروتينية او الاتصالات العادية ممكن تجبر على زيارة او لمة او موضوع الو علاقة بالتواصل ولكن داخليا انت مش مرتاح وحابب انك انت تكون مع نفسك اكثر اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء جيد يعني بتدعمك على مستوى العمل وبتدعمك على مستوى الصحة فممكن اليوم تنجز اعمالك بشكل جيد ممكن تهتم بصحتك او بامور علاجية او ادوية او مكملات غذائية او تجميلية ممكن تهتم بنفسك الزيادة فعشان هيك الاجواء ايجابية ودعمتك حاول انك تستغلها اليوم لانه كمان ايام القمر بصير يتجه باتجاه بيت المتاعب فرح يكون في ضغط حاول تستغل الايام هاي اللي تكون لصالحك اكثر برج السرطان طبعا القمر موجود في مكان حليف لا اليك ودعم اليك بقوة رغم انه القمر مش سعيد ولكن انه برضو بعمل زاوية جيدة معك بدعمك بشكل قوي جدا خلال هذا اليوم وبرضو بيعطيك نوع من انواع الدفعات النفسية العالية انت مشحون بطاقة ايجابية عالية عندك رغبة باحداث تغييرات كثيرة حتى على المستوى الشخصي حتى على اللبس حتى على التجميل حتى على قصة الشعر ممكن على اي شيء اليوم اهتماماتك عالية في نفسك وفي شخصيتك ما تسمح لاي شيء انه ينكد عليك او يغير من هاي الايجابية اللي موجودة عندك ابعد عن الاشخاص السلبيين اللي بحاولوا يشحنوك الطاقة سلبية او ممكن انهم ينكدوا عليك اما بالنسبة للبيت الثاني اهم اشي انه اليوم تحاول انك تحافظ على مقتنياتك او على اموالك يعني حاول انك ما تصرف الزيادة ابعد عن المشتريات الغير ضرورية رتب وضعك المالي ابعد عن المصاريف اجمالا حاول انك انت ترتب الوضع بشكل ايجابي لانه ممكن تحقق بعض المكاسب ولكن المصاريف زيادة خلال هذا اليوم وممكن تفقد اموال او انه تستغل من شخص معين فيستغلك من ناحية مادية اما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم انت نشيط وحيوي جدا درجة انه ممكن ما تهدأ من كثر الاتصالات او الحوارات او النقاشات او التنقلات او الزيارات يعني على كل المحاور انت اليوم نشط حتى لو بتشتغل في مجال التسويق اليوم عندك قدرة عالية على الاقناع وعلى النقاش وعلى الاقناع يعني الوضع عندك اجمالا ايجابي على المستوى البيت الثالث فلازم تستغله بشكل قوي عشان يدعم من وضعك واذا كان عندك امتحان او مقابلة ما تهب وما تخاف الاجواء حليفة لا اليك اما بالنسبة للبيت الرابع فهنا بقولك اياك والتقصير في الشؤون البيتية او العائلية عيلتك اهم شيء شؤونك البيتية والعائلية اهم شيء حاول تبعد عن الخلافات والنقاشات حاول ما تحتد وما تعصب ما تستاء من تصرفات احد افراد العائلة اذا ظهرت بعض المشاكل او بعض الاعطال المنزية حاول تهتم فيها بهدوء اعصاب مش انك انت تور ثورة عارمة وتحاول انك انت تتفشش باللي حواليك يعني ركز بالامور العائلية حتى لو صار فيها بعض الخلافات ما تفاقمها اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي جيدة وهي بتقارب بينك وبين الحبيب وبتعزز العلاقة مع الاحبة اليوم وممكن ترافق الحبيب او تقابله وممكن تحملك نوع من انواع المصالحة ممكن الاشخاص اللي مش بعلاقات غرامية اهتمامهم يكون باحد الابناء او احد الوالدين او يكون عندهم عواطف جياشي لذكريات او لاشخاص كانوا موجودين بالسابق اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء شوي ممكن تراكم عندك بعض الاعمال او تعطيل في عمل معين او صعوبة في عمل او نقاش حاد ما بينك وبين معاونين او زملائك او رؤسائك بالعمل او ظهور ملف شوي يكون صعب بحاجة لتركيز اكثر حاول ترتب اعمالك بشكل جيد حاول ما تخليها تتراكم حاول انك تحل كل اشي بوقته اثنين ابعد عن النقاشات الحادة وما تهمل عمل معين والاهم انك تهتم بصحتك بشكل كبير اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى بيت الشراكي اليوم اليك اهتمامات عالية على مستوى الشراكة والشركاء وخصوصا الازواج ممكن تحمل لك اليوم نوع من انواع المواجهة يعني تقعد انت والشريك او الزوج كبال بعض هيك تتناقش وفي مسألة معينة حط العصبية على جنب وتقلب المزاج على جنب تناقش بشكل واضح وعقلاني ما تشعب حالك باكثر من موضوع ما ترجع لملفات قديمة حاول تفتحها عشان انك انت تقدر تحل المشكلة ممكن تحمل لك مصالحة او تلاقي او مرافقة على نقطة معينة وتكون لصالحكم اما بالنسبة للبيت الثامن برضو منرجع للموضوع المالي دير بالك من اعطال الها علاقة بالوضع المالي او مصريف حافظ على ممتلكاتك ومقتنياتك من السرقة او الضياع وابعد عن المحتالين قدر الامكان حاول انك ترتب مسائل ممكن تظهر بشكل مفاجئ اما بنكية او ضريبة او تأمين او مطالبات مالية اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء زي ما حكينا القمر موجود في البيت التاسع بيدعمك بقوة فعشان هيك رح يكون التركيز اليوم على التنقلات وعلى قياة السيارة على الاجانب على المؤسسات التعليمية اهمش تكون اكثر صبر ووعي على الطرقات خاصة اثناء قياة السيارة بين المدن بتشعروا بقوة العاطفة عندكم احلام وافكار بالسفر او رغبة بالسفر لكن الظروف ممكن مش مساعدة ممكن اتصالات او تواصل او تواصل مع اشخاص خارج البلاد تكون الرغبة برضو قوية او التعامل مع اجانب او اشخاص من دولة ثانية او برضو التفكير بقيام بمشاريع كبيرة الامور حليفة للكم وبرضو الاجواء جيدة اما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بنقولك بدك تدير بالك بشكل كبير اليوم حاول انك ما تخالف القوانين ما تدخل باعمال مشبوهة ما تثير الخلافات ما تشوه سمعتك وبرضو ما تدخل بنقاشات حدي ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل انجز اعمالك وركز فيها بشكل جيد ما تخليها تتراكم عندك وما تتهاون بانجاز الاعمال الوضع شوي حساس على مستوى بيت السمعة فممكن اليوم يتوجه لك اتهام او اساءة يعني بتمس سمعتك فحاول قدر الامكان انك تسكر هاي الباب على اساس انه ما يجيك وجعت راس من وراء اما بالنسبة لبيتك 11 فهو قوي جدا اليوم اليوم رح تنشط بعلاقات واتصالات وصداقات وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء او ممكن تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بصديق معين اما انك تساعده في مسألة معينة او هو بدوره هو اللي يساعدك في مسألة معينة الاجواء ايجابية ودعمة بشكل قوي اما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا منقول لك دير بالك حاول ما ترق حالك كثير حاول تظلك مراقب وضعك الصحي انجز اعمالك بوقتها ما تخليها تتراكم يعني الامور بدها سيطرة وبدك تعرف كيف تسيطر عليها بشكل كبير عشان تمشي معك مثل ما بدك الامور برج الاسد يعني اليوم مش هالقوة الكبيرة يعني صحيح انه عطارد صار موجود ولكن عطارد محترق يعني بمعنى اخر ما بشكل زوايا لسه ما اعطانا الايجابية ماشي هو بوجوده لحاله بعطيك ثقة بالنفس بعطيك قدرة على الانطلاق بعطيك قدرة على التحرر من بعض الامور ولكن اجمالا بدك تدير بالك اليوم من التقلبات النفسية من الاستياء من تصرف معين من حدية الطباع في لحظات معينة حاول انك ما تخلي صوتك يعلى على اساس انه ما تثير المشاكل بشكل كبير اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء ايجابية اليوم ممكن تحصل على مكسب مالي من عمل اضافي او مستردات او هبات او دعم او هدية ولكن اهم شي دير بالك من المصاريف الزائدة دير بالك على مالك من السرقة او الضياع ما تغامر بمشاريع او باشياء ممكن تطلب منك مصاريف زيادة اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء عندك هنا شوي بدك تكون حذر اليوم اثناء حواراتك زي ما حكينا عصبيتك نقاشاتك حاول اذا كان عندك مواجهة او عندك امتحان او عندك مقابلة تستعد بشكل جيد ما تعتمد على الحظ في هاي المسائل ممكن اليوم يحمل لك اكثر من تحرك انتبه اثناء قيادة السيارة اثناء التنقلات ممكن يصير عطل بالسيارة او يجيك اتصال يزعجك شوي حاول انك تسيطر على تقلبات المزاج عندك وعلى انفعلاتك قدر الامكان اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت ايجابية اليوم في نوع من انواع المصالحة او التقارب او حل مسألة معينة الى علاقة في البيت او لقاء معين بيجمعك باحد افراد العائلة او لقاء عائلة الاجواء البيتية جيدة وبرضو ممكن يصير في بعض التطورات الايجابية او فرحة او خبر سعيد ممكن انه يعيد عليك هيك يغير الاجواء عندك بشكل ايجابي اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء شوي بكون فيها نوع من انواع الحدي او السلبي او الاستياء من الحبيب او زعل او عتب على الحبيب او ممكن شوي موقف معين يستفزك ممكن تطور امور معين ممكن امور الها علاقة بالغيرة او الشك او الها علاقة باكتشاف مسألة معينة بتتعلق بالحبيب شوي تخليك تتوتر خلال الفترة هاي ممكن سوء تفاهم ممكن تصرف شوي ينحسب باتجاه سلبي فاهم اشي انك ما تكبر الامور ممكن تدخل بنقاش او حوار حاد جدا يكون ما بينك وبين احد الابناء او احد الوالدين او خلاف او اختلاف في وجهات النظر اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انها ايجابية اليوم تقدر تنجز اعمالك بشكل قوي جدا وممكن اليوم تنشط بعمل او تطوير عمل معين عندك رغبة عالية جدا بتطوير الامور العملية وممكن تنجز ملف او معاملة او شيء بتعلق بالعمل كان صعب انك تنجزه بالفترة الماضية وبرضو ممكن يكون لك بعض الاهتمامات او نتيجة لوضع صحي معين تكون ايجابية وممكن برضو اذا كنت تشعر بالتعب او بالمرض بالفترة الماضية ممكن اليوم تتماثل للشفاء او تحس انك احسن من الفترة الماضية اما بالنسبة للبيت السابع فهنا برضو ما زالت الاجواء فيها نوع من انواع سوء التفاهم او الحدية بالطباع اثناء التعامل مع الشركاء وخصوصا شركاء المال والعاطفة والازواج تحديدا حاول تبعد عن المشاحنات حاول تبعد عن سوء التفاهم عن الضغط ما في داعي لتوترات او تكبر الموضوع او تصاعد الخلاف ما بينكم خلي يكون في نوع من انواع التفاهم والفترة هاي مش مناسبة لرفع القضايا اما بالنسبة لبيتك الثامن فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها ايجابية على المستوى الاموال المشتركة لان القمر هو فعليا موجود في البيت الثامن بدعمك في بعض المسائل ولكن بحذرك من بعض المسائل فعشان هيك اليوم تنشغلوا في اعادة تنظيم اموركم المالية من جهة ثم فرصة لمكسب مالي من شراكة او تعويض ولكن من جهة اخرى ثم نفقات متصاعدة بزيد اهتمامك بالاشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء شوي بتحمل نوع من انواع سوء التفاهم نقدر نحكي بدناش نحكي اكبر من هيك او الحدية بالطباع اثناء مقابلة او مناقشة او حوار او تعامل مع اجانب او اشخاص خارج البلاد ممكن شوي تتوجه لك اساءة او اتهام او ممكن يعني سوء تفاهم على مسأل معين ما في داعي اثناء النقاشات انك تحتد وتعصب تزمتا لرأيك حاول تكون مرن قدر الامكان وما تصاعد الامور وما تكبرها اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء ايجابية جدا على مستوى بيت السمعة وهي بتدعمك على مستوى بيت سمعتك بيت مركزك الاجتماعي وبيت عملك اليوم مناسب لتقديم لعمل جديد او تقديم طلبات او مقابلات الاهم انك تكون مستعد حاول تخلي علاقتك ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل الجيدة ما في داعي لانك تكبر الامور ولا تفاقمها ولا توصل لمرحلة لا طريق مغلقة ما بينكم في التفاهم وانجز اعمالك بوقتها وحاول ما تتغيب عن دوامك اليوم اما بالنسبة لبيتك 11 اليوم ما عندك رغبة لا للمقابلة ولا اللقاءات ولا حتى للرد على الاتصالات اشوي بتقتصرها على اشخاص معينين لقاءات معينة ممكن اذا توجهت لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة تكون حد طباع او مزاجك ما بتقبل هاي اللمة او ممكن تستاء من احد الحضور او مثلا تنزعج من موضوع معين حاول قدر الامكان ما تدخل بخلافات ما بينك وبين اصدقائك الفترة هاي مش مناسبة للحوارات والنقاشات او المعاتبة اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو بدعمك على مستوى العمل بدعمك على مستوى الصحة زي ما حكينا حاول انك تنجز اعمالك بوقتها ما تخليها تتراكم حاول انك تسير امورك بشكل جيد الاجواء بلشت تاخد منحنة ايجابي يعني يوم كمان القمر بصير موجود بالحمل بدعمك بقوة اكبر وبساعدك بانجاز امور بشكل اوفى واحسن وبتكون لمصلحتك بشكل كبير الا اهم انك ما ترهق حالك وراقب تقلبات الصحية صحيح انه ما في خطر وانه الوضع ايجابي على المستوى الصحي ولكن اذا بترهق حالك كثير ممكن انه تشعر ببعض التوعكات برج العذراء طبعا اليوم بما انه القمر صحيح موجود مقابلك مباشرة مكانه بدعمك على مستوى الشراكة ولكن بالمقابل هو بيسحب من طاقتك فعشان هيك بتحس حالك متقلب بالمزاج حاد الطباع شوي نفسيتك مش مرتاحة سهل استفزازك سهل جدا انك تدخل في مرحلة اكتئاب اي شخص ممكن يشحنك بطاقة سلبية اليوم ويأثر عليك حاول تبعد عن الخلافات والنقاشات حاول تخرج وتلتقي الناس عشان تستفيد من بعض الايجابيات اللي ممكن انها تكون خلال هذا النهار الوضع فيه ايجابية ولكن بتطلب منك نوع من انواع الجهد اما بالنسبة للبيت الثاني فهون بدك تحذر من المصاريف لزيادة والدفعات والالتزامات ممكن تظهر بعض المسائل المالية اللي شوية تكون مربكة او ممكن انها تطلب منك دفعات بشكل مفاجئ ممكن يعني يستغل لك بعض الاشخاص بمسألة علاقة بالوضع المالي حاول قدر الامكان انك انت ما تنجر وراء المصاريف والدفعات وصرف الفلوس رتب وضعك المالي على حسب امكانياتك وعلى حسب قدراتك اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة اليوم عندك قدرة على الاقناع والحوار سرعة بديها عالية رغبة بالاتصالات يعني فيه اشياء بتشجعك وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم ممكن تنجز كثير من الامور او الاهتمامات بشكل كبير برضو اذا كان عندك مقابلة او مناقشة اليوم رح تبدع ولكن الاهم انك ما تعتمد على الحضوض حاول انك تعتمد على ثقتك بنفسك وجهدك واستعدادك لهاي الامور ممكن يكون لك اهتمام على بمسألة بتتعلق بالسيارة او بتليفون او باخ او جار اما بالنسبة للبيت الرابع فهنا بدك تدير بالك من خلاف او نقاش او حوار على مستوى البيت ممكن تظهر مسألة بيتية شوي معقدة او تستفزك او تخليك تدخل بمواجهة او تحتد او تعصب خلال هذا اليوم حاول انك ما تتوتر وما تعصب وما تستاء انجز اعمالك بطريقة عقلانية خلي حوارك العائل يبناء حاول انك تمتص قدر الغضب اللي موجود جواتك ما تخلي يظهر على الساحة على اساس انه ما تكون الامور ضدك حاول تبعد عن الانتقادات وتوجه الكلام اللاذع للي حواليك اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم فاليوم في مجال حل مسألة عاطفية او تراجع عن قرار سابق او تلاقي ما بينك وبين الحبيب ممكن اليوم يصير في تعامل جيد ما بينك وبين احد الابناء او يطمئن بالك من مسألة معينة ممكن يدعمك الحظ في مسألة ما كنت تتوقع انه يكون الحظ حليفك في هاي الفترة اجمالا الاجواء ايجابية على المستوى العاطفي وبرضو بتعزز من علاقاتك مع الاحبة اما بالنسبة للبيت السادس الاجواء على مستوى العمل ممكن تظهر لك بعض التوترات او بعض الخلافات او الملفات الصعبة ممكن يتراكم عندك عمل ممكن ما تقدر تنجز اعمالك بالشكل الكامل ممكن يكون في عمل مرهق يوترك خلال هذا اليوم اهم اش انك تستعد بشكل جيد ما في داعي انك تهمل ما تتأخر وما تتغيب عن دوامك حتى لو عملت بساعات اضافية المهم انك انت تتمم العمل وراقب تقلبات الصحية اليوم ممكن تظهر بعض المسائل الصحية اللي شوي تربكك او تخليك شوي مش مرتاح اما بالنسبة للبيت السابع فحكينا القمر موجود في بيت الشراكة هون بتتركز جهودكم حول تعزيز شراكاتكم خصوصا شراكات المال والعاطفة ومن الازواج الاجواء مشجعة فترى مناسبة لاتمام خطبي او زفاف او توقيع عقد علاقتك الزوجية او العائلية او مع الشركاء بسودها نوع من انواع الانسجام ونوع من انواع التلاقي والتوافق ما بينكم حاول انك تستغل هذا اليوم للمصالحة او للتقريب وجهات النظر ما بينكم اما بالنسبة للبيت الثامن فهون ممكن تظهر مسائل مالية مشتركة معقدة شوي ممكن تنشغلوا في اعادة تنظيم اموركم المالية من جهة فيه فرصة لمكسب مالي ولكن المصاريف عندكم زيادة عشان هيك ممكن تهتم بمسألة العلاقة بشراكة او تعويض ولكن الامور ما رح تمشي معك بالشكل اللي انت بدكية ممكن تتأخر معاملة بنكية او قرض معين او مساعدة معينة وممكن اليوم يعني تكتشف احد النصابين او المحتالين بحاول يحتال عليك في مسألة معينة حاول تحافظ على مقتنياتك من السرقة او الضياع وبرضو اليوم ممكن تظهر مسألة الها علاقة باحد الاحبة تقلق عليه صحيا او تتوتر بسبب وضع صحي معين او مشكلة بتصير معاه اما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم الاجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والتواصل مع اشخاص خارج البلاد حتى الامور القانونية او المعاملات القانونية اليوم عندك قدرة على انجازها واتمامها ممكن يكون لك تعامل مع اجنبي او شخص من خارج البلاد او مؤسسة تعليمية ممكن تحل بعض المسائل اللي كانت معقدة بالفترة الماضية او تتمم حوارات او دراسة موضوع معين او ثقافي معينة او تدخل بدورة معينة يعني امور الدراسة اجمالا اليوم الاهتمامات رح تكون فيها عالية اما بالنسبة للبيت العاشر فهنا منقول لك دير بالك من تشويه السمعة دير بالك من المجازف والمغامرة والدخول في اشياء مشبوهة حاول تحافظ على سمعتك قدر الامكان حاول ما تتغيب ولا تتأخر عن دوامك عشان ما يتوجه لفت نظر او انذار او مسائله ما تدخل بخلافات حد ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل حاول انك تكون مرن اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء جيدة وبتوعدك اليوم او بتعدك بنوع من انواع العلاقات الاجتماعية او اللقاءات فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء وممكن اليوم تنشط في امور اجتماعية او بتواصل مع اصدقاء ممكن يساعدوك في مسألة معينة الاجواء ايجابية بتدعمك بقوة وممكن انك تجد حليف يدعمك ويدعم تصوراتك اما بالنسبة لبيت المتاعب فضاغط شوي فعشان هيك ومش شوي وضاغط كثير اساسا لانه الشمس موجود في بيت المتاعب ولكن بدك تهتم اول اشي لعملك وتهتم لصحتك بشكل كبير هذول النقطتين اللي بيهدد فيهم دائما بيت المتاعب دائما بيحمل نوع من انواع التعطيل بيحمل نوع من انواع تراكم الاعمال حدية بالطباع تراجع عن بعض الامور اللي بتكون لصالحك ممكن توعد بشيء وما يتم تنفيذه بالفترة هاي بدك تكون مهيئ وما تعتمد على الحظ نهائيا وتتقبل فكرة انه في تعطيل في الفترة هاي الايام الجاي بتحمل لك نوع من انواع الايجابية ان شاء الله يعني ما ظل راح كثير وظل القليل وبعدين الشمس بتوصل لعندك برج الميزان طبعا الي اليوم القمر ما هو كان بالبيت الخامس يعني كان حليف لايلك انتقل الان للبيت السادس عشان هيك اليوم بتحس نفسيتك شوي مش ولابد في تقلب بالمزاج عندك حدية بالطباع عندك ردات فعل سلبية يعني شوي الاجواء مش لصالحك يعني بتحس انه شوي انت متوتر او منفعل او حساس زيادة عن اللزوم فممكن تتفاقم عندك الامور او تحتد في لحظات معينة او يتقلب المزاج عندك حاول تبعد عن السلبية حاول انك تحتك بالمجتمع اكثر عشان تطلع من الضغط اللي انت عايش فيه حاول انك ما تخلي اي طاقة سلبية او واحد بده يتشكون او يشكي لك او يشكي منك انه يأثر عليك بشكل كبير حاول انك تسيطر على نفسيتك وعلى انفعلاتك اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء اليوم تحمل لك فرص لها علاقة بالوضع المالي ممكن تحصل على بعض الاموال اللي بتجيك من عمل اضافي او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم يعني الاجواء بتفتح لك بعض الايجابيات ممكن تجيك هدية معينة او مصالحة معينة او دعم معين مالي او تحل مسألة مالية كانت معقدة بالفترة الماضية اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء مشحونة وسلبية على مستوى الحوارات يعني مزاجك شوي بكون عصبي او حد طباع اليك ردات فعل سلبية حاول تضبط عصابك قدر الامكان ما تفاقم الامور وما تكبرها ما تحاول انك تدخل في مجازفات او مشاحنات حاول انك تبعد عن المغامرات انتبه اثناء قيادتك للسيارة ممكن اليوم تواجه عطل معين لو علاقة بالسيارة او بالتليفون او نقاش حاد ما بينك وبين اخ او جار حاول انك تبعد عن المشاحنات قدر الامكان فيه اليوم برضو بدك تنتبه اذا كان عندك مقابلة او مناقشة او امتحان بدك تستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء جيدة على مستوى البيت يعني بيفتح لك مجالات ممتازة للتقارب ما بينك وبين افراد العائلة او مصالحة معينة او انجاز اعمال منزلية ممكن تهتم بتصليح او ترتيب او اهتمامات يعني شوي بتتطلب منك نوع من انواع الجهد الاهم انك تركز بشكل جيد تبعد عن اي سلبية او عن اي طاقة سلبية ممكن انها تأثر عليك بالفترة هاي حاول تقارب ما بينك وبين العائلة حاول تحل المشاكل العائلية اليوم ممتاز للانجاز للشراء للاثاث للاهتمامات العائلية بشكل كبير اما بالنسبة للبيت الخامس ممكن تظهر بعض المسائل العاطفية ممكن شوي تستاءمن تصرف الحبيب او اهمال الحبيب او تقاعصه معك ممكن انه ما يعطيك الاهتمام اللازم ممكن انت تكون حساس زيادة عن اللزوم يعني ممكن برضو انه يصير فيه خلاف او موضوع له علاقة بالغيرة او الشك او امور لها علاقة بالاستياء بمعنى اخر ممكن تظهر بعض المسائل العاطفية اللي تكون مربكة للك او شوي تخليك تدخل فيه جو مش ايجابي ممكن يكون فيه نوع من انواع التعامل ما بينك وبين احد الابناء او احد الوالدين او شوي تكون فيه برضو حدية بالطبع اما بالنسبة للبيت السادس الاجواء ايجابية رغم انه بيتراكم العمل عندكم بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم نظموا وجباتكم الغذائية خذوا قسط كافي من الراحة ممكن تجدوا سهولة في تطبيق اعمالكم الروتينية والمنزلية الاجواء تقريبا تدعمك على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الاعمال بشكل جيد وبرضو اهتماماتك الصحية بتكون جيدة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء ما زال فيها نوع من انواع الضغط او سوء التفاهم ما بيركوا بين الشريك شريك المال او شريك العاطفي يعني الزوج حاول انك تبعد عن المشاحنات والنقاشات وما تكبر الامور ما تكبر الخلاف ما تخلي ردات فعلك هي اللي تأثر على العلاقة ما بينكم حاول ما تدخل بنقاشات عقيمة وحاول ما تصعد الامور وحاول انك تبادر للمصالحة اكثر ما تبادر للخلاف اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء جيدة وبتدعمك بقوة اليوم ممكن تحل مسألة الها علاقة بقرض او دعم او موضوع اله علاقة ببنك او ضريبة او تأمين او اموال مشتركة ممكن يجيك دعم معين ممكن تحل مسألة لها علاقة بقروض او ديون او شخص انت كنت مدين وفلوس بتحاول تسترد منه اليوم ممكن تظهر بعض المسائل اللي تكون لصالحك او الاموال اللي بتعزز من شراكتك اما بالنسبة للبيت التاسع فبدك تحذر كما حذرنا من البيت الثالث من التنقلات والاتصالات والامتحانات بدك تكون مستعد ودارس حتى لو كان عندك مقابلة او مناقشة بدك تكون مستعد بشكل كامل ما تعتمد على الحظ نهائيا ما تحاول تتزمت برأيك ما تدخل بخلافات او نقاشات وخصوصا يعني تكون عقيمة شوي يعني تحتدش برأيك وفي منك اليوم ممكن يكون له تعامل مع شخص اجنبي او شخص من خارج البلاد او حوار فلسفي ديني اشياء زي هيك برضو نفس الاشي بحاول انك تبعد عن الحدية اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت السمعة فممكن تقارب ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل ممكن تنجز عمل كان صعب انك تنجزه بالفترة الماضية الاجواء بتدعمك بقوة وبتقارب ما بينك وبين زملائك برضو بتقدر تدافع عن سمعتك بشراسة اليوم ممكن ترفض اي شيء ممكن انه يشوه سمعتك يعني عندك ثقة بالنفس عالية وعلاقاتك الاجتماعية جيدة اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء ممكن تتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة ولكن تستاء من حضور بعض الاشخاص او تصرفاتهم ممكن تزعل من صديق او من سوء تقدير او سوء تصرف ممكن شوي يستفزك اسلوبه ممكن يحشر حاله في حياتك او يحاول يتطفل ويدخل في شيء بخصك انت فحاول ما تسمح لهاي الامور وبس برضو ما تكون ردة الفعل سلبية وعصبية بس انك انت بدك تعمل مشكلة اما بالنسبة لبيت المتاعب الاجواء جيدة فهي بتدعمك على مستوى العمل بتساعدك على انك انت تنجز اعمالك بوقتها وبرضو بتساعدك على تحقيق بعض الامور الصحية ممكن تهتم بصحتك بشكل جيد بالفترة هاي ممكن تراجع طبيب او تطلع نتيجة لعلاج او لفحص معين تكون لصالحك الاجواء اجمالا ايجابية على مستوى بيت المتاعب ممكن انت برضو يعني هيك تدخل في مسألة اعمق شوي تكتشف شخص بيحاول انه يحتال عليك او يتآمر عليك بالخفاء الفترة هاي بتدعمك وبتدعم من وضعك ولكن بتحمل نوع من انواع القلق بتتعلق فيك او في احد الاحبة حاول تهتم بصحتك بشكل جيد برج العقرب اليوم الاجواء جيدة وبتدعمك بقوة يعني ثقتك بنفسك عالية جدا اليوم عندك رغبة في التغيير والانطلاق عندك حب لتغيير شخصيتك حتى ممكن تهتم بلبسك بهندامك بشكلك ممكن امور الها علاقة بالتجميل يعني الاهتمامات عالية اليوم على المستوى النفسي وعلى المستوى الشخصي وممكن تكون ملفت للنظر حتى للجنس الاخر اما بالنسبة للبيت الثاني هنا بدك تدير بالك على فلوسك دير بالك من المصاريف دير بالك من الالتزامات احسب قديش امكانياتك قبل ما تخوض باي تجربة ما تغامر وما تخاطر برضو راجع اي مسألة مالية او قانونية مالية برضو راجعها بشكل جيد ابعد عن الثغرات قدر الامكان حاول انك تبعد عن المشاريع المالية خلال هذا اليوم الوضع مش مساعد بالنسبة للك ماليا يعني بدك شوي التركيز اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة وممتازة جدا على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات تهتم بمسألة العلاقة بالسيارة او باخ او جار او بموضوع العلاقة بالتليفونات اللي عنده مقابلة او امتحان اليوم رح يقدم بشكل جيد ممكن اليوم تنحط بامتحان مفاجئ ولكن تثبت جدارتك سرعة بديهتك عالية برضو انتبه اثناء حركتك لانك نرشيد جدا اليوم عندك حيوية عالية فهذا الاشي ممكن يعرضك لاصابة او يعرضك لشوية تعب اه العلاقة بالعضلات او بالاعصاب او اشياء زي هيك من التوتر او الاجهاد لزيادة يعني بدك تكون تراقب وضعك وحركتك بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت ممكن ما زال في خلاف معين او استياء معين من احد افراد العائلة ممكن نقاش معين ممكن حوار ممكن خلاف سابق ممكن يعني سوء تقدير من احد افراد العائلة ممكن مسألة نقاشية هيك او حوار معين بيتي يعني شوي يتراكم عندك او يتفاقم ممكن تظهر بعض الاعطال المنزلية او الاهتمامات البيتية للزيادة اللي تكون منها مربك او مرهق اما بالنسبة للبيت الخامس يعني تقريبا انت بتحكي القمر هنا في بيت العاطفة بتجتازوا بصورة عامة فترة ايجابية بتشعروا بقوة الحض والعاطفة والحض المالي كمان بوسعكم شراء يعني تجربة الحض اذا حبيتوا ورقة يا نصيب ولكن انا ما بنصح لانه في وضع كواكب شوي حاد ولكن هاي بتدل على انه نسبة الحضوض عندكو عالي جدا في هاي الفترة بتقوى علاقتكم او بتقوي علاقتك العاطفي اليوم بتنشط ما بين علاقتك ما بينك وبين الابناء او ما بينك وبين احد الوالدين هاي الفترة بتعرف فترة من البهجة او الفرح ممكن تهتم ببعض المسائل الادبية او الفكرية او ممارسة هواية لا اليك اما بالنسبة للبيت السادس فهنا ليش حذرنا من الحركة ومن النشاط ومن الامور هاي لانه البيت السادس سلبي شوي فعشان هيك بدك يدير بالك من الاصابات دير بالك على صحتك بشكل كبير ما تجازف وما تغامر راقب صحتك بشكل ممتاز راقب عملك انجز اعمالك بوقتها ممكن تكون مرهقة شوي ممكن يتراكم العمل اللي عندك في بعض المنازل حاول انك انت تنجز اعمالك بوقتها ما تدخل بخلافات ولا صدامات ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل حتى لو العمل كان صعب حاول انك يعني لو شفت حليف لالك او شخص يعاونك في هذه المسألة بتكون الامور لصالحك اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت الشراكة فاليوم ممكن تحملك مصالحة او تلاقي ما بينك وبين شريك المال او العاطفة يعني ما بين الازواج فممكن انه تتصالحوا على مسألة معينة او تتجاوزوا خلاف او توضحوا وجهة نظركم اتجاه مسألة معينة الاجواء حليفة ودعملة اليك بقوة فممكن اليوم تستغلها بشكل قوي لا التقارب او للرفقة او لا التفاهم اما بالنسبة للبيت الثامن فما زالت الاجواء المالية المشتركة فيها نوع من انواع التقلب حاول انك تنتبه وتحذر اليوم من اي تطور مالي ممكن تظهر مسائل الى علاقة بالقروض او الديون او البنوك او التزامات زيادة حاول انك ترتبها بشكل جيد وخصوصا اي مسألة الى علاقة بالاموال المشتركة وخصوصا شغلة الميراث البنك او القروض او الديون وحاول انك تنتبه انه ما تخلي حد يستغلك او النصابين او المحتالين اما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم انت نشط جدا على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والتعامل مع اشخاص اجانب ممكن تهتم بمسألة علمية او بتعليمية او امتحان او مثلا مقابلة معينة ممكن تهتم بفكر معين او تطلع على مسألة دينية او فلسفية او تدخل بنقاشها ممكن تنجز بعض الاوراق القانونية او المعاملات بالفترة برضو اتصالاتك الخارجية كثيرة والرغبة عندك بالسفر عالية جدا اما بالنسبة للبيت العاشر فهذا بيت السمعة بنقول لك دير بالك اليوم ما تجازف وما تغامر وما تدخل باشياء مشبوهة يعني الفترة هاي ما في داعي لمخالفة القوانين الاجواء حساسة على المستوى بيت السمعة بتضغط عليك بشكل كبير فممكن تتراكم عندك بعض الامور وممكن تنضغط بشكل سلبي وممكن حوار او نقاش ما بينك وبين زملائك او رؤساك بالعمل يتفاقم وتصير مشكلة كبيرة دير بالك ما تخلي الامور تخرج عن السيطرة اما بالنسبة للبيت 11 فالاجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى بيت الاصدقاء فممكن اليوم تحملك لقاء او دعوي لحضور حفلة او مناسبة او لقاء بعض الاصدقاء او اتصال من صديق كان يعني الى فترة ما تواصل معك او يجي اليك رغبة تتواصل مع بعض الاصدقاء اليك زمان ما تواصلت معهم ممكن اليوم تحملك لقاء او دعوة او امور الها علاقة بالمجتمع او بالحال الاجتماعية فبتكون نشط وملفت للانتباه بثقة وقوة اما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا برضو رجعنا لمسألة العمل لا تخلي العمل يتراكم عندك حتى لو عملت ساعات اضافية وبرضو راقب وضعك الصحي بشكل جيد ما تخلي الامور تتراكم عندك ما تخلي الوضع الصحي يخرج عن السيطرة اذا شعرت بشيء غير اعتيادي حاول انك تراجع طبيبك وبرضو ممكن الفترة هاي تحملك نوع من انواع القلق على صحتك او على صحة احد الاحبة وممكن تبادر بزيارة مريض او عيادته او الاتصال للاطمئنان عليك برج القوس طبعا بما انه القمر بالحوت يعني تربيع مع القوس مع برجك فعشان هيك الطابع النفسي عندك اليوم مش مية في المية عندك تقلب بالمزاج حدية عصبية سهل جدا استفزازك برضو سهل جدا انك تنشحن بطاقة سلبية حاول انك تبعد عن الاشخاص السلبيين اللي بيشكوا بس بدهم يشكوا ويخلوك بس تسمع لهم حاول انك انت تغير جو الهي حالك باي شيء غير من شخصيتك غير من قصة شعرك من لبسك من اي شيء اهتم بالتجميل اهتم بالخروج المهم انك ما تستسلم للوضع النفسي والتقلبات النفسية اما بالنسبة للبيت الثاني اليوم تحمل لك نوع من انواع الفرص الجيدة على المستوى المالي فممكن اليوم تحقق مكاسب من عمل اضافي او دعم او هبات او مساعدات او مستردات مالية وممكن تهتم ببعض المسائل اللي انها علاقة بالمصاريف اهم اي شيء انك ترتب وضعك المالي بشكل جيد وما في داعي للمصاريف للزيادة اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء يعني شوي فيها نوع من انواع الضغط على مستوى الاتصالات والحوارات ممكن تتلقى اتصال يعني شوي يستفزك او انه تستاء منه ممكن اليوم تنشط بالحركة الزيادة فهذا الاشي يتعبك حاول قدر الامكان انك تراقب تحركاتك ما في داعي للانفعال ما في داعي للتهور ركز اثناء قيادتك للسيارة اذا عندك امتحان او مقابلة برضو بدك تركز بشكل جيد خوفا من الاصابات او الحوادث او الاعطال اللي ممكن تصير بالسيارة بالفترة هاي يعني الموضوع بده تركيز بشكل كبير ما تدخل بنقاشات ولا بامتحانات بدون ما تكون مستعد بشكل جيد وبدون عصبية يعني اذا فتح نقاش مش ضروري تجيب شغلة صارت قبل الف سنة وتحطها على انها مشكلة وهي سبب المشكلة حاول انت قدر الامكان انك تبعد عن الاجواء السلبية قد ما بتقدر اما بالنسبة للبيت الرابع طبعا اليوم رح ينصب اهتمامكم حول ادخال تعديل على مساكنكم او الاهتمام بامور البستنة ممكن تجدوا تعاون من افراد العائلة بتعرف حياتك العائلية فترة من الراحة والبهجة ممكن يصير فيه تلاقي او مناسبة او فرحة او خبر الو علاقة بالعائلة او لقاء عائلة او نقاش او اشي هيك يغير الاجواء ممكن تهتم بمسألة العلاقة ببيت او بعقار او بترحيل او باشياء بتتعلق كلها بعلاقة بيت وعائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فاليوم انت مستاء من سوء تفاهم ما بينك وبين الحبيب ممكن انه تذكر بعض المواقف ممكن شك غيره ممكن انت فاقمت الامور بتفكيرك ممكن كبرت المسألة وما في داعي لتكبيرها ممكن تعيش اجواء سلبية على المستوى العاطفي اليوم ممكن خلاف او حوار او نقاش وبرضو ما بتقتصر هاي بس على الحبيب العاطفي برضو على احد الابناء واحد الوالدين حاول تمسك اعصابك قدر الامكان وما تكبر الامور وما تزيد الخلافات لانه كل ما زدت اكثر كل ما بعدت المسافة بينك وبينه اكثر اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء جيدة بتدعمك على مستوى العمل تدعمك على مستوى الصحة ممكن يكون لك بعض الاهتمامات اليوم في انجاز اعمال معينة او عمل معين او مشروع معين بدعمك الحظ في هاي المسائل وممكن يساعدك لتحقيق انجاز جيد وممكن تطلع نتيجة فحص تكون لصالحك او اذا كنت بالفترة الماضي شاعر ببعض التعب او الارهاق ممكن اليوم تحس انه صحتك احسن وفي ايجابية اكثر اما بالنسبة للبيت السابع فهنا برضو رجعنا للخلافات على مستوى بيت الشراكة المالية والعاطفية ليش لانه هنا رح تضغطك بشكل سلبي على مستوى امور الها علاقة بالازواج ممكن موضوع ممكن خلاف قديم ممكن موضوع معين ممكن شك غيرة ممكن انه تحس انه مقصر بحقك ممكن انه تشعر باي اشي سلبي اليوم اتجاه الزوج فعشان هيك ما تخلي الامور تظهر على الساحة وتكبر وتدخل وتصير خلاف كبير لانه الفترة هاي بالذات العلاقات الضعيفة عندها قابلية للانفصال فحاول ان قدر الامكان ما تفاقم الامور اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى امور الها علاقة بالبنك او الضريبة او التأمين او المستردات المالية او حقوق اليك بتحاول تجيبها او مشاريع مالية او مشاريع تجارية دعم اي ايشي العلاقة بالوضع المالي الفترة هاي هو لصالحك حاول تكون مستعد لبعض المكاسب وتنشط واذا كان في عندك معاملة وكانت فاشلة بالفترة الماضية ممكن اليوم تكرر المحاولة وتكون النتيجة لصالحك اذا عندك نقاش على موضوع قرض او ارث اليوم ممكن تناقش فيه وتكون الامور برضو لمصلحتك اما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم انت ممكن تتلقى اتصال يعني شوي ينكد عليك من خارج البلاد او يكون لك تعامل مع اجنبي او مع واحد من خارج البلاد شوي تحتد او تعصب او تزعل او تذايع من تصرفاته ممكن تدخل بخلافات او نقاشات حادة حاول تبعد عن النقاشات قدر الامكان اذا كان عندك مقابلة او امتحان بدك تستعد بشكل جيد حاول ما تعتمد على الحظ يعني الحظ مش داعمك بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت السمعة وبتعزز من علاقاتك مع زملائك ورؤساك بالعمل فاليوم تقدر تنجز اعمالك بشكل جيد وممكن تسمع كلام في اطراء او ثناء على جهدك او على قدرتك وتكون الامور حليفة للك او دعمة للك بشكل كبير حاول تستغل الاشياء الايجابية لانه راح تحقق من خلالها مكاسب ممكن تكون فيها ترفيع او يكون فيها عمل جديد اما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ما عندك الرغبة لتواصل مع الاصدقاء ما عندك الحيوية او الطاقة الكبيرة لعمل علاقات او لتطوير علاقات ممكن تقتصرها على اشخاص معينين ممكن تستاء من تصرف بعض الاشخاص او الاصدقاء اللي بيحاول انه يدخل او يكون فضولي او انه ما بيحسب حساب لعواطفك فبحشر حاله او بده يعني يشعرك انه انت مجبر انك انت تساعد وتقف انت جنبه ما بيقدر انه انت بيوضع نفسي بحاجة لمين يساعدك اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء تقريبا يعني اليوم تدعمك على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فممكن تحقق بعض الانجازات الجيدة او تدعمك بعض المسائل الجيدة خلال هذا اليوم وتنجز بعض الامور اللي تكون لصالحك على المستوى العملي او على المستوى الصحي ممكن تقوم بزيارة مريض او عيادة مريض او الاطمئنان على مريض بيعز عليك او يعني في علاقة ما بينك وبينه برج الجدي طبعا اليوم نفسيتكم احسن عندكم ثقة بالنفس عالية عندكم رغبة اليوم للتحرك والتغيير معني شوي قلة السلبية الطاقة السلبية هاي اللي كنتم مشحونين فيها في الفترة الماضية شوي اليوم بتخيف تحس ان اليوم عندك طاقة اكبر وعندك رغبة للتحرك اكثر وعندك كثير من المهام حاب انك تنجزها خلال هذا اليوم ورح تنجزها اذا تحركت يعني حاول انك برضو تستغل بعض الاشياء الاجتماعية او اخرج للقاء الناس عشان انه انت تستفيد بشكل اكبر اما بالنسبة للبيت الثاني الاجواء ما زالت هي الامور المالية المقلقة بالنسبة للك تراكمات الوضع المالي او الالتزامات او المصاريف او تعطل مسألة مالية معينة هي اللي مربكيتك بالفترة هاي ممكن يعني شوي تكثر المصاريف او المطالبات المالية عليك او الضغط المالي او التفكير بالوضع المالي هو اكثر اشي يكون مرهق بالفترة هاي اهمش انك تبعد عن المصاريف الغير مرغوب فيها او المصاريف لزيادة ارتب وضعك بطريقة عقلانية ما تدخل بمجزافات او مراهنات مالية بالفترة هاي ورتب وضعك المالي على حسب يعني قدراتك او على حسب استطاعتك اما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات اهمش انك تكون اكثر صبر اثناء قيادة السيارة داخل المدن علاقاتك اليومية وتنقلاتك بتكون ممتعة وبتستفيد من علاقاتك مع المحيط اليوم اذا كان عندك مقابلة او امتحان راح تقدم بشكل جيد عندك سرعة بديهة عالية وقدرة على الاقناع برضو حتى في التسويق ممكن يكون لك اليوم تعامل مع اخ او مع جار بشكل ايجابي اما بالنسبة للبيت الرابع فما زالت الاجواء على مستوى البيت هي اللي بس بتحمل نوع من انواع الضغوط ممكن تتوتر علاقة عائلية او تظهر مسألة عائلية فيها نوع من انواع الخلاف او تستاء من تصرف احد افراد العائلة او مثلا عطل الو علاقة بالبيت او بالعقار او اعمال منزلية بتكون مربكة او واجبات عائلية بتكون مربكة اهمش انك ما تعمل فجوي ما بينك وبين العائلة حاول تخلي فيه تقارب وتلاقي بشكل كبير ما بينكم خلال هاي الفترة اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء تقريبا جيدة على المستوى العاطفي فهاي بتعزز من علاقتك ما بينك وبين الحبيب ممكن تحمل تلاقي او مصالحة او يعني تفاهم على مسألة معينة ممكن تخرج بنزهة او ترفيه او تهتم ببعض المسائل الادبية او الفكرية او في مسألة بتتعلق بهواية لا اليك وبرضو بتكون لك نوع من انواع التعامل الجيد ما بينك وبين احد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء ضاغطة على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة ممكن في بعض الاعمال او بعض المشاكل في العمل شوية تكون مربكة بالنسبة للك ممكن تظهر بعض المسائل النقاشية او الحوارات او انه تقصر بعمل معين او ما يكون لك رغبة حتى بالدوام خلال هذا اليوم حاول انك تنجز اعمالك وما تخليها تتراكم وبرضو راقب وضعك الصحي بشكل جيد وما تسمح للتقلبات انها تأثر على صحتك او على نفسيتك في العمل اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت الشراكة او الشراكة المالية والعاطفية بتحملك على نوع من انواع التلاقي او على نوع من انواع المصالحة او المبادرة بالتلاقي ما بينك وبين الحبيب بالفترة هاي الاجواء جيدة وخصوصا بعلاقتك مع الزوج فهذا الاشي ممكن يحمل مصالحة او توضيح لوجهات نظر او لا خلاف كان بالسابق اليوم يتوضح بشكل ايجابي اهم شي انك تتلاقى انت والشريك بشكل ايجابي وممكن اليوم بعض الامور اذا كان في عندك امور قضائية ممكن تجيك بعض المعلومات اللي تكون لصالحك اما بالنسبة للبيت الثامن فهنا برضو رجعنا للضغط المالي ورجعنا لامور الى علاقة بالاموال المشتركة والالتزامات او مصاريف او امور الى علاقة ببنك او ضريبة او تأمين شوي فيها عليها نوع من انواع علامات الاستفهام او بعض المشاكل اللي بتحتاج منك جهد اكثر لحلها اما بالنسبة للبيت التاسع اليوم بتكثر بالاتصالات والحوارات والتواصل مع اشخاص خارج البلاد ممكن يكون لك تعامل مع اجنبي او مع شخص خارج البلاد او بتقدر تنجز بعض الاوراق القانونية او المعاملات اللي بتكون لصالحك خلال هذا اليوم اهم شي انه اذا كان عندك مقابلة او لقاء اليوم او مناقشة بتقدر تثبت وجهة نظرك وعندك قدرة على الاقناع عالية جدا اما بالنسبة للبيت العاشر فهنا ببيت السمعة منقول لك دير بالك ما تشوه سمعتك ما تدخل بمجازفات او مغامرات او مخالفات قانونية بالفترة هاي يعني في علامة استفهام على وضع السمعة دير بالك انك تفاقم الامور وتكبرها وتشوه سمعتك بالفترة هاي برضو ما تدخل بخلافات او نقاشات حدي ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل حاول انك تنجز اعمالك بالوقت المناسب حاول ما تتأخر وما تتغيب وحاول انك ما تخلي الاعمال تتراكم بشكل كبير اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء جيدة اليوم بتوعدك بعلاقات جيدة ما بينك وبين الاصدقاء ممكن مرافقة او اتصال او حوار او لقاء او تعارف ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي او مناسبة او ممكن تنشط انت باتصالاتك ما بينك وبين الاصدقاء للقاءهم او للتواصل معهم او لزيارتهم اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء ضاغطة فعشان هيك بنقول لك دير بالك من اي شيء له علاقة بالتراكم الاعمال من التراجع الوضع الصحي من بعض التقلبات الصحية من امور الها علاقة بتراكم العمل زي ما حكينا وبرضو ممكن تحمل لك نوع من انواع القلق على صحتك او على صحة احد المقربين او على صحة احد الاحبة حاول انك تشحن حالك بطاقة ايجابية وممكن انه اليوم يعني يجيك خبر شوي يكون مزعج اذا ما مسكت اعصابك ممكن انه تفرط المسألة برج الدلو يعني الاجواء مش لصالحك كثير نفسيا انت متقلب اليوم يعني هي بتدعمك شوي نفسيتك احسن من الايام الماضية ولكن ما زال في نوع من انواع الضغط ما زال في نوع من انواع الارباك الشمس بمقابلك وبرضو الكواكب اللي في بيت متاعبك كلها هاي بتضغط عليك نفسيا يعني مهما قلتلك انه الوضع ممتاز يعني انت عارف انه الوضع مش ممتاز فيه تقلبات نفسية موجودة عندك فيه عندك اشياء بتظهر لك بشكل مفاجئ اعطال اعباء بتظهر بشكل مفاجئ بتوترك وبرضو بتخليك بعد مرات تفقد السيطرة انه كأنه خلص انه سكرت الدنيا التشاؤمية بتصير اكبر حاول انك تتبعد عن الطاقة السلبية قدر الامكان واشحن حالك بطاقة ايجابية عشان انك تتجاوز المرحلة هاي الفترة القادمة فيها اشياء ايجابية ولكن بدها صبر شوي اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء طبعا احسن اليوم على المستوى المالي فاليوم تحملك فرص مالية او دعم مالي معين ثم فرصة لمكسب مالي بكون على الاغلب من عمل اضافي مع هيك بتكون تحذروا من النفقات المتصاعدة بتعرف هاي الفترة سهولة في اعمالك اليومية وفي الحصول على الاموال والارباح ولكن الاهم انك تقلل من مصاريفك قدر الامكان وما تدخل بمجزافات او مغامرات مالية اما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم يعني شوي العصبية عندك ظاهرة الحدية بالطباع موجودة ردات الفعل السلبية موجودة اذا كان عندك مقابلة او مناقشة بدك تركز بشكل جيد ما في داعي الى انك تفقد السيطرة على اعصابك ركز بشكل جيد بتمشي الامور اذا كان عندك اليوم يعني تنقلات انتبه اثناء قيادة السيارة ممكن شوي هيك تعرض حياتك للخطر اذا بالغت وجازفت بالسرعة او بالتهور راقب سيارتك واعمل لها فحص دوري ما تخلي عطل يتفاقم ويكبر فيها اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء جيدة على مستوى البيت بتحملك مصالحة او تلاقي او تقارب ما بينك وبين افراد العائلة ممكن يكون فيه اجتماع او لقاء او حوار او حل مشكلة عائلية كانت بالسابق ممكن مشتريات او التزامات او اهتمام بتصليحات بيتية او ديكور او اثاث كلها اجواء ايجابية وبرضو بتدعمك بشكل قوي اما بالنسبة للبيت الخامس فما زال فيه نوع من انواع الحسسية او التحسس اثناء التعامل مع الحبيب ممكن تقصيره ممكن اهماله ممكن عدم اهتمامه ممكن سوء تفاهم كلها هاي ممكن تظهر فحاول قدر الامكان انك ما تخلي الوسواس يشتغل ويكبر الامور ممكن الشك والغيرة والاحباط من كثرة النقاشات والخلافات بالفترة هاي تسبب لك نوع من انواع التوتر برضو اذا صار حوار او خلاف او نقاش ما بينك وبين احد الابناء او احد الوالدين برضو نفس الشيء ما تخليه يكبر ويدفاقم اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء جيدة على مستوى العمل وابتدعمك بشكل قوي وفي فرص للعمل جيد اليوم وممكن تقدم لعمل جديد او يجيك موافقة على عمل جديد او اشي يدعم تصوراتك برضو ممكن اذا كنت تشعر بتعب بالفترة الماضية اليوم بتلاقي الصحة احسن وبتتماثل للشفاء بشكل افضل اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء ما زال فيها نوع من انواع الحدية اثناء التعامل مع شركاء المال والعاطفة وخصوصا الازواج فيه ما زالت الامور ضاغطة خلافات قديمة لسه بترجع وتنفتح سوء تفاهم ما في استيعاب من الزوج لا حقوقك او متطلباتك بالفترة هاي اهماله وتقاعصه بكبر الفجوي ما بينكم حاول قدر الامكان انك انت تأخذ نفس هيك لا تترتب الامور بشكل جيد حاول انك تدعم العلاقة هاي لانه الفترة هاي بتحمل العلاقات الضعيفة عرضة للانفصال او انها تتفاقم المشاكل بشكل اكبر واكبر اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء على مستوى الاموال المشتركة ممتازة جدا فاليوم ممكن تحصل خبر الو علاقة بدعم او تعويض او قرض معين ممكن امور الها علاقة بالالتزامات او بتصريف الامور يعني الاجواء بحاجة لترتيبات معينة لازم انك انت تحاول انك تحلها وما تخليها تروح من ايدك وخصوصا امور الها علاقة ببنك ضريبة تأمين ميراث هاي الاجواء كلها دعميتك خلال هذا اليوم وممكن حتى بالمشاريع اذا فكرت بمشروع اليوم تلاقي ممول لهذا الامر اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء ضاغطة على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والنقاشات وممكن انه تتزمت برأيك او تتعصب لرأيك اليوم فتكبر الفجوة ويصير خلاف حاول انك تكون مرن قدر الامكان اذا كان عندك مقابلة او امتحان اليوم استعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض ممكن يكون لك شوية مراجعات او اوراق الى علاقة بالتعليم او بالدراسة او بمعهد او بدورة يعني بحاجة للتركيز اكبر عشان الامور تكون لصالحك اكثر اما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فالاجواء جيدة وبتدعمك برضو بشكل قوي فممكن اليوم تعزز من ثقتك بالنفس تدافع عن سمعتك بشراسة ممكن تنجز بعض الاعمال تسمع كلام اطراء وثناء على جهدك ممكن تتعب شوي ولكن برضو لمصلحتك رح يكون فيه تعامل جيد ما بينك وبين زملائك او رؤساك بالعمل ان احسنت التصرف وممكن يساعدوك بانجاز بعض الاشياء اللي كان صعب انك تنجزها لحالك اما بالنسبة لبيت الاصدقاء اليوم انت عندك رغبة لانك تكون في البيت اكثر ما عندك رغبة للخروج ممكن اتصالات او حوارات او اذا كان فيه زيارة هي زيارة واجب فقط عشان انك تشيلوا عن اكتافك بس تأدية واجب فقط لا غير تواصلك بكون عبر التليفون من بعيد لبعيد بتحاول انك انت ما تدخل بعلاقة اجتماعية كاملة مع الاصدقاء بالفترة هاي برضو بتحمل نوع من انواع الخلافات او المناقشات الحدي ما بينك وبين صديق او معرفة اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم تعمل نوع من انواع التلاقي على مسألة الها علاقة بالعمل المشترك او الها علاقة بوضع صحي او صحة احد الاحبة او امور الها علاقة بالمراجعات الطبية او مستشفى مثلا ولكن الامور ان شاء الله انها ما بتخوف وبتكون لصالحك بس اهم شي انك تهتم بصحتك بشكل كبير برج الحوت طبعا اليوم ثقتكم بانفسكم كبيرة وانتو اليوم اكثر نشاط حيوية من قبل بوسعكم السيطرة على زمام الامور والدفع بمصالحكم بتقضي فترة من الهدوء السكينة والطمأنينة على المستوى النفسي اليوم احسن من الفترة الماضية اهتماماتك بنفسك اكثر اليوم حاب تعمل نوع من انواع تغيير على مستوى ممكن قصة الشعر او على مستوى حتى المظهر او اللباس يعني اهتماماتك اليوم النفسية عالية جدا وسهل جدا انك تشحن حالك بطاقة سلبية اهم اشي انك تبعد عن الاشخاص السلبيين اللي ممكن انهم يغيروا من نفسيتك اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء اليوم فيها مصاريف فيها دفعات فيها التزامات فيها تراكمات مالية حاول انك تبعد عن المشتريات الغير ضرورية حاول انك ما تبذر اموالك ركز بشكل جيد لانها بتحمل مصاريف زيادة حاول برضو انك تحافظ على اموالك من السرقة او الضياع اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الحوارات والاتصالات انت اليوم مشحون بطاقة ايجابية عالية جدا عندك قدرة على الاقناع والحوار والاتصالات ورغبة للخروج او للنزهة او لتغيير الجو قوية اذا كان عندك امتحان او مقابل اليوم رح تبدع بشكل جيد اذا كنت مستعد لها ممكن اليوم تحمل لك اتصالات او حوارات كبيرة اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت شوي في نوع من انواع التقصير ممكن خلاف او نقاش او اعمال منزلية او التزامات او قلق على احد افراد العائلة ممكن تحملك مشكلة معينة او عطل معين او اعمال منزلية شوي بتكون مربكة بالفترة حاول انك ترتبها بشكل جيد وتبعد عن اي اشي ممكن يغير من مزاجك اما بالنسبة للبيت الخامس الاجواء على المستوى العاطفي احسن اليوم تحمل نوع من انواع الاهتمام بالتجميل وبرضو على المستوى العاطفي طلاق الحبيب وبرضو اهتمامات الها علاقة بالابناء او الها علاقة بالوالدين الاجواء ايجابية ودعمة حتى على المستوى الفكري والفني يعني عندك قدرات هائلة اليوم حاول انك تستغلها وطاقة ايجابية بتدعمك وبتدعم تصوراتك اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء شوي على العمل ممكن يتراكم عندك بعض الاعمال او تحبط من عمل معين او انه مثلا تقصير بعمل معين او مساءلة على عمل معين الاهم انك تراقب صحتك وتراقب عملك بشكل مباشر ما تخلي الامور تتفاقم وتكبر وما تخلي الخلافات حتى على مستوى العمل ما بينك وبين زملائك او رؤساك بالعمل انها تكبر اما بالنسبة للبيت السابع فاليوم بيحمل نوع من انواع المصالحة او التلاقي ما بينك وبين الشريك شريك المال او شريك العاطفي او ما بين الازواج ممكن تحلوا مسألة معينة ممكن تتلاقوا على هدف معين او مصالحة معينة او تتراجعوا عن قرار سابق الاجواء جيدة وبتدعم فحاول ما تخلي الخلاف يكبر او يصير خلاف ما بينكم خلي الاجواء ايجابية وخلي التلاقي ما بينكم ايجابي اما بالنسبة للبيت الثامن فهو بيحمل ضغوط او بيحمل ضغوط على مستوى الاموال المشتركة ممكن يعني ما تمشيش معاملة الى علاقة بقرض او بتسوي معينة او بمفاوضات على تحصيل بعض الاموال او تتعطى المسألة مالية معينة حاول انك ما تخوض تجارب او مجازفات مالية بالفترة هاي ممكن يظهر نوع من انواع التعب بمسألة الى علاقة ببنك او ضريبة او تأمين او ميراث او موضوع بتعلق بصحة احد الاحبة اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد ممكن الامور الشوية تكون لصالحك في بعض المسائل ممكن اليوم يجيك خبر من بعيد او من خارج البلاد او عن مسألة الى علاقة بالتعليم او بالدراسة او بالاوراق القانونية او باشياء قانونية وثائق مثلا و بتكون لصالحك او بتنجزها بشكل جيد و بتكون برضو الاشياء ممتازة اذا كان عندك اشي الى علاقة بالتعليم او بالدراسة الفترة هاي بتقدر تنجزه حتى على مستوى تطوير او دورات او مناهج علمية برضو بتكون لصالحك اما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بدك تحافظ على سمعتك حاول انك ما تغامر وما تجازف وما تشوه سمعتك ما تخالف القوانين ما تدخل باشياء مشبوهة حاول برضو ما تتأخر عن دوامك وحاول ما تدخل بخلافات مع زملائك او رؤسائك بالعمل وما تخلي العمل يتراكم اما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مستوى بيت الاصدقاء فاليوم بيحملك لقاء ممكن دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء معين او مناسبة اجتماعية ممكن يجيك اتصال من صديق كان زمان الو ما اتصل معاك او ما تواصلت معا ممكن يصلك خبر برضو سار بسبب احد الاصدقاء وممكن احد الاصدقاء يساندك في مسألة معينة او يساعدك في موضوع معين وانتي تسعد من وراء هذا الامر اما بالنسبة لبيتك 12 فهونا منقول لك بدك تدير بالك يعني شوي بيت المتاعب ضاغط شوي فعشان هيك بيراكم عندك بعض الاعمال بيخليك تخطئ في بعض الاعمال او انجازها بدك تركز بشكل جيد وبرضو في نفس اللحظة بيعمل نوع من انواع التقلبات الصحية راقب وضعك الصحي راقب غذائك خذ قصد كافي من الراحة حاول انك انت برضو نفس الاشي انك تراجع طبيب اذا شعرت بشيء غير اعتيادي حاول انك تأخذ ادويتك بوقتها بمعادها ما تهمل بالادوية وما تبالغ باخذ المسكنات او المهدئات بالفترة هاي اما بالنسبة لصحة الاحبة فممكن تقلق بشأن صحة احد الاحبة او بسبب ضرف معين بمر فيه حبيب فتقلق وتحاول انك تساعده قدر الامكان او ممكن زيارة مريض في مستشفى او عيادة مريض في البيت هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة